ونحن شغالين في برنامج مبادرة كتب منها مبادرة ابدأ لو كنت سمعت عنها الهدف منها كلها انك انت تعمل احلال الكتير من المستلزمات الانتاج اللي انت بجيبها من الخارج وتعملها في مصر بس فياخد وقت كبير حديك نسائل النهاردة بتو بيطول ليه طب بتعملوا مصانع ويلا ما عملتوش في 87 سندهم مصانعين ينسف انه عشان اعمل مصنع لبيت الكبيرت مثلا بياخد مني 65 هنشغل في الاخر 780 واحد ولذا ما عملوا يعني مش مثلا لما اقول كده يعني ما هتعملش لكن انت عشان تقدر تحمل صناعات كتير جوا مصر اعايز ارقام كبيرة اوي وعايز يعني الرجال الصناعة يعني يعني حديث مثال يعني كنت بكلم انا يعني احد الرجال الصناعة المحترمين في صناعة الملابس الجهاز حظيم اقول له يعني انا عايزك اذا كنت مصدر بخمسمية عايزك صدر بخمس مليار تقول لي عملت ايه انا مستعد انفق معك زي ما انت عايز بس مش عشان انا شركك اخد فلوسك عشان اصدر بخمس مليار طظيم فاحنا يا يوسف اذا كنا بنكلم عالدولار الدولار كحل يابد انك انت فطورة استرادة كتير فطورة تصديرك تزيد ويبقى عندك الحجم الفرق بينهم تحطه في الاحتواطي بتاعك يخليك دايما في ظهرك قوي طب هل ينفع عنوع سلة العملات يا فندم؟ ما هي في النهاية عايز اقولك حاجة انت النهاردة عملية التنوية اللي اتكلم عليها يمكن تكون مرتبطة بان سعر الدولار دلوقتي في السماء نتيجة نتيجة اجراءات امريكا عملتها في البنك المركز الفيدرال الامريكي لما رفعت الفايدة مرة واثنين 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 بشكل احد خلت الطلب على دولار انا نقفض عن الموت للأولات التانية يا يوسف شوف الستديني بكام وشوف اليورو بكام وشوف اليوني الياباني بكام والايواني السوني بكام كله طاح يعني زي ما بيقوله فانت بش اقوى منه يعني